شكراً المتحدة نبروث الدولي لليمن مارتين غريفت في محادثات عاجل الأم الأمس مع الحوثيين طرح لهم كما أشرتم إخضاع الميناء لبيع الدولية ولكن الحوثيين يدركون جيداً أن الميناء هو آخر ما خرج بهم على العالم الخارجي كيف ترون أن هذا الآن العرض الدولي؟ ما هو مستقبله مع الحوثيين؟ ونرافظم ونرافظم مهو الخير والأخير سيكون أمام التحالف الدولي صديق المستقبلهين في يمن مارتين غريفت في محادثات عام الحوثيين يرجى محادثة قد أخذ البرجيب على محادثات عاجل الأمس مع الحوثيين ولكن الحوثيين يفعلون أنهم هو الميناء هو مخدام الانترابي ومع ذلك، كيف يمكن أن تتكلمون بشكل كبير؟ من بداية الأزمة كان سعي قوات التحالف والقوات الشرعية لأن الأمم المتحدة أكثر فاعل ولكن كما تعلمون أن الحوثيين لا يرتزمون بتعهداتهم وصعب أن يقوم أي جهة بتصديقهم أن يسعون دائما لإطالة أمد الأزمة وأن ترك الخيار مدينة الحديدة وميناها الاستراتيجي أن يكون تحت السيطرة الحوثية أدى إلى إطالة الأزمة يا ألم الجميع أن السيطرة على المدينة وعلى الميناء الرئيسي في اليمن سوف يؤدي إلى انهاء الأزمة وذلك بسبب ضعف الإمدادات التي سوف تقوم للحوثي وخاصة الإمدادات العسكرية فبطلب من الشرعية وحسب الدراسات الاستراتيجية التي تمت أنه في حالة السيطرة على هذا الميناء سوف يؤدي إلى انهاء الأزمة في القريب العاجل وعلى سوف يؤدي إلى جميع الأزمة لإقاف السيطرة الحوثية على هذا الميناء سوف يؤدي إلى جميع الأزمة أشهر وحسب الدراسة إجراءة الأزمة أصبحتك إقافي إلى ابناء الألواج وعليها الأزمة إن نعلم أن هناك حوسيطة في الناس حسب لذلك ينطرهم جميعاً بالنطاء وعلى التعليمي من أعائم وحسب التعليم من قولهم مع الهتمام وتجميع قضية مساعدت خدمة لذلك حسب تتعليم من قصص أصب على أحد المتعالي منطرد من ويسيقا من قرار من قرار من قرار من قرار من قرار. لن نحظر تلكم ترجمة في طرق قرار من قرار. سوى ما سوى منطفل من قرار من قرار من قرار.